الذي صدر له بعد سن التقارب شيء جميل أن يستمر العطاء بعد سن التقارب حقيقة هذا شيء يدلج الصدر والجمعية تشجيع قطرها ومنخرطها على الذل والعطاء كل في مجال تأسفه ونحيي لأنه بعمله هذا ساعد على النفش في الداكرة ذاكرة رجل من رجالات هذه المدينة العزيزة وأمطة لتان عن جواني خفية ومشرقة في شخصية هذا الرجل الفد فمسيرة موفقة لمؤلف هذا الكتاب ومزيدا من العطاء في هذا المجال وتعريف بعموز المدينة وبتاريخها العريق النطقة الثانية تتعلق بأستاذنا ومربي الجيال أستاذ محمد أشرف الصريفي الذي أضع جيالا لكاملها من خلال مسيرته الطقوية التي انتدت ربحا من الزمن فاقى الخمسين سنة فحريل بأبناء هذه المدينة وبفعاليات المجتمع المدني أن ينتبتوا لجيل الرواج ويرمطوا الصلة بين هذا الجيل وجيل الشباب الذي لا يكاد يعرف عنهم شيئا وفي هذا الانتفاة تكريس لتقافة الاقتراف وتكريم لرمز من رموز هذه المدينة العزيزة وهذا أقل قليل تجاههم أن نعرف به ولدوره فمسيرة الأستاذ أستاذنا جليل حفظه الله مسيرة حافظة بالعقاء في اشتاء مجالات التربوية وزقافية ونضارية وقيمة العقاء يجب أن يتشردها هذا الجيل الذي أصلح كل همه ولا يفكر في شيء اسم العقاء فيجب التربية على العطاء خصوصا الشباب حب ذلك كان الحضور هنا من فئة الشباب احتى السامعون ويبلغوا هذه الرسالة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمره أستاذنا العزيز وأن يبقيه ضخرا لأسرته الصغيرة والكبيرة وأن يجعل ما تدم لصالح المدينة والوطن في صحيفة حسناته ويجازيه في الجزاء نسأل الله سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله